هيفوتك كتير لو ما جربتش اخر اصدار من موقع ايديو جرام. موقع ايديو جرام هو من اقوى المواقع لانشاء الصور والتصاميم ولكن اهم ميزة فيه هو الكتاب على الصور. وجربنا قبل كده نعمل تصميمات شرطات احترافية باستخدام الموقع ونقدر نستخدم التصميمات دي في الطباعة عند الطلق. والمفاجأة انه تم تطوير موقع ايديو جرام وتم اصدار واللي كان واضح جدا فرق التصميمات بينهما بين الاصدارات اللي قبل كده. تعالوا دلوقتي نشوف ايه الجديد في تحديثات موقع ايديو جرام. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك وتسيب لينا رأيك في تعليق. يلا بينا. لو انت اول مرة تستخدم موقع فانت تقدر تفتح الموقع من الرابط اللي هتلاقي فاصل في الفيديو عشان يزهر لك الصفحة الرئاسية بالشكل ده. او انك تروح على جوجل وهتكتب في جوجل ايديو جرام اي اي هفتح لك هنا اول رابط هتضغط عليه هيحولك على الصفحة الرئيسية. هتلاحز هنا في الصفحة الرئيسية هنا قبل ما تعمل تسجيل حساب جايب لك هنا التقنيات الجديدة اللي تم عملها في الموقع بالاصدار الجديد وهو اصدار فيرجين تو. هتلاحز هنا ان الكلام في الاصدار الجديد يعني احترافي اكتر بكتير من المرة اللي فاتت. بالشكل اللي احنا شايفين قدامنا هذا. وده برضو اللي هنingeربه مع بعض دلوقات. علشان نسجل حساب في الموقع هنضغط على كونتينيوز جوجل او باستخدام ابل. حساب ابل. لكن اغلب الناس ممكن تعمل بجوجل فهندغط على جوجل بالشكل ده. بعد كده هيحولنا على الصفحة دي. تلقائيا هيزهر الايميل بتاعك اوما تضغط عليه. تلقائيًا هيعمل حساب في الموقع مجرد بتضغط على كونتينيو او استمرار بعد كده هيحولك على الصفحة الرئيسية بالشكل ده الصفحة الرئيسية هتظهر لك بالشكل ده تقدر تكتب هنا الاميل بتاعك او اللي هو الاسم بتاعك وبعد كده تععمل بروفايل هيحولك برضو على الصفحة اللي بعد كده ودي الصفحة الاساسية depressed forest بغض النظر على الرسالة دي تعالى كده نشرح الصفحة الرئيسية لموقع ايديو جرام. الصفحة الرئيسية فوق على اليمين هتلاقي فيه تلت شورة لو ضغطت عليهم هيجيب لك كل الاعدادات الخاصة بيك في الموقع. انت عاوز تستخدم الموقع بخاصية زي ما تحب. بصراحة انا اتعودت في ايديو جرام بالذات انه يكون كمان هنا فيه البروفيل الخاص بيك لو انت عايز تعمل اي اعدادات زي ان انت تضيف صورة. بعض التفاصيل اخرى زي ان انت لاصل عايز تحذف الحساب بتاعك. ولو انت عايز تعمل تسجيل دخول هنا بتضغط على هنا بتشوف الشروط بتاعت الموقع وخصائص الامان بتاعت الموقع. بعد كده هتلاحز هنا فيه اشعارات ودي بيجي لك فيها اشعارات مثلا حد اعمال لايك لتصميمات بتاعتك. فيه تحدثات جديدة. فيه اي تفاصيل بتجي لك في الاشعارات دي. اضافه هنا كمان فيه حاجة اسمها ماي ايميجز. ودي لو ضغطت عليها المفروض ان هو بيظهر هنا الصور اللي انت عملتها باستخدام الموقع. ودي طبعا خطة الدفع في الموقع. ابتداء من الفري وده بيديك عشر كريدت يوميا. تقدر تعمل بهم خمس تصميمات. في الاصدار الجديد بيستخدم في كل تصميم اتنين كريدت. في كل تصميم بتعمل اربع صور. بعد كده فيه عندك خطة دفع زي انك ممكن تشترك بسبعة دولار في الشهر. ستاشر دولار. تمامين واربعين دولار. وكل خطة دفع بيكون لها عدد معين من الصور تقدر تعمل. هنرجع تاني للصفحة هتلاعز هنا جاي هنا في مستطيل. المستطيل ده ممكن في ناس تفتكره ان هو مثلا يعني محرك بحث ولا حاجة. لا. هنا المستطيل ده اللي بنكتب فيه البرومت. مجرد ما ضغطت عليه فتح لي هنا تفاصيل كتير. التفاصيل اللي هنا اي عبار عن ايه? اولا هنشوف ايه الفرق او ايه الاختلاف اللي حصل ما بين وفرجن وان وفرجن تو. اول حاجة هنروح هنا على الموديل وهنضغط على وفرجن وان. هتلاعز ان الفرق هنا ان كان هنا بيظهر موديلز سابتة بالشكل ده. تقدر تختار منها الموديلز اللي انت عاوزها. وببناء عليه كان بيطلع التصميم بالشكل اللي انت عاوزه. لكن لو رحزت. لو رحنا على الاصدار للقم اتنين. ان هو اتغير تماما. اصبح عندك فيه حاجة اسمها اوتو. حاجة اسمها جينرال. حاجة اسمها رياليستيك. حاجة اسمها ديزاين. حاجة اسمها ثري دي. وحاجة اسمها انيمي. وهنفهم دي الوقت بتكون عاملة ايضا في بقى الاعدادات عندك فيه هنا الماجيك برومت. والماجيك برومت ان انت لو انت حابب ان انت تضيف تفاصيل اكثر احترافية لبرومت بتاعك. فبتفعل اون او اوتو. لو مثلا البرومت اللي انت هتكتبه بيكون كويس ومليان معلومات خلاص. لو ضعيف هو بيزبطه لك. يعني ايه برومت? البرومت هو الكلام او الاوامر او التلقين او التوجيه اللي احنا بنكتبه في المستطيل ده. عشان نحوله لتصميم. بعد كده عندك هنا الابعاد زي ما هي. واحد الواحد تسعة لستاشر. ستاشر لتسعة. وقبل كده كان فيه ابعاد قديمة بس تم تطورها. وهطلع زينا برضو فيه ابعاد كتير ممكن تعملها. لكن دول اكتر تلات ابعاد مطلوبين. لو انت مشترك في الموقع فبيب عندك خصائص ان انت ممكن تخيل التصميمات بتاعتك برايفت محدش شوف. ايضا هيكون عندك خاصية التعديل على الصور او ان انت ترفع صورة اتعدل عليها. في حالة انت اخترت موديل 2 او version 2. هطلعز هنا ان فيه حاجة اسمها color palette. ودي لو ضغطت عليها بيزهر لك هنا الوان كتير. ودي الالوان اللي انت ابقان عليها بتعمل التصميم. يعني مرسل ان انت عايز هنا تصميم يكون في الالوان دي. فهيطلع معك بالالوان دي لو اخترتها. عايز الوان دي هيتختار الالوان دي. هيطلع معك بنفس الالوان دي. بيبدأ يوزع الالوان دي على حسب التصميم اللي قدامي. كمان فيه حاجة اسمها auto. وهو انك ان يختار لك هنا بشكل عشوائي. بس طبعا هتشتغل معك اكتر. في حالة لو انت هنا كاتب البروميت. بيبدأ ان هو يزبط لك الالوان على حسب البروميت اللي انت كد. في حالة ان احنا كتبنا اي بروميت. هنقدر نحاول تصميم لما بنضغط على بس قبل بنضغط على تعمل الصفحة الرئاسية. هتلاحز هنا في الصفحة الرئاسية تم تغيير الصفحة الرئاسية شوية. هنا الاكسبلور وده بيجيب لك هنا استعراض للتصميم الخاصة بالموقع. وهنا بيجيب لك اصبح الانتقال في الموقع اسهل. وهنا بيجيب لك كول التصميم. هنا بيجيب لك ال انه مسلا في حاجات انت عمل لها حفظ. فتقدر انت تشوفها في اي وقت. وهنا بيجيب لك ال public وهنا private. طيب دي طبعا خاصة بي الصور خاصة بك. لكن في حالة لو انت رجعت تاني على الاكسبلور هتلاحز هنا ان هنا الايقونات اختلفت. قول هنا بيجيب لك كل التصميم بتاعت الموقف. ده الموديل الخاص بولي بيزهر فيه هنا بالشكل ده. وديزاين بيكون مختلف شوية في التصميم. هتلاعز هنا ان التصميمات بتطلع بالشكل ده. لو انت اخترت موديل هتطلع معك التصميمات بالشكل ده. اما بالنسبة لتصميمات تري دي. فهنا هيكون بالشكل ده. زي انك تعمل شخصية كرتونية سباسية الابعاد. تعمل بيت. تعمل اي حاجة ممكن تعملها تري دي بالشكل اللي احنا شايفين قدامنا ده. في حالة اختيارك ل3D. هنيجي على الانيمي. الانيمي برضو هتطلع كانيمي بالشكل ده. زي ما احنا متعودين الانيمي بيكون عادي. كارتون عادي جدا زي اي تصميمات. هدا الفرق المبين ان انت تختار هنا في الورياليستيك والديزاين وال3D والانيمي. ممكن تعملها اوتو. فبالتالي هو هيعمل تصميم على حسب المواطيات اللي عنده. تعالوا كده بقى نجرب نعمل تصميمات ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. هنبدأ دلوقتي باول. هنروح هنا على المستطيل ده اول ما نضغط عليه هيكبر معنا بالشكل ده. وهنكتب هنا ده. البروميت ده انا بطلب ان هو يكتب لي جملة معينة. يكتبها لي. والجملة ده عايزة تكون مكتوب على الجدلية على البحر. وبعد كده هختار الابعاد بتاعتي هختار ستاشر لتسعة وهختار الالوان بتاعتي تكون بالشكل ده. بعد كده هختار هنا ان هي تكون او ممكن اختار بعد كده اضغط على هبدأ دلوقتي ان هو يعمل اربع تصميمات بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده المربع اللي بيزهر فيه التصميمات. تعال كده نشوف النتيجة تكون عاملة ازاي? تعال نشوف النتائج. هنضغط على الصورة بالشكل ده. هيفتح معنا هنا التصميم كده. هطلعت زينة لو انت بصيت على الكلمة هتلاقي ان الكلمة مكتوبة بشكل صحيح. مفيش اخطاء في الصورة. بالعكس مكتوبة بشكل كويس. ومكتوبة بنفس الالوان اللي احنا اخترناه. وده برضو كان تصميم تاني. مهم جدا ان احنا نبص على الكلام. لو في مشكلة في الكلام هيبان. بس برضو واضح هنا ان هنا التصميم مكتوب صح. برضو هنا نفس النظام. لو رجعت هنا الكلام هتلاعز ان هو مكتوب بشكل كويس. قابلك اي مشكلة في الكلام اعتقد كان دائما المشاكل دي بتكون موجودة في الاستيل قبل كده. ان انت لو عملت التصميمات دايما كنت تلاقي ان فيه تصميم مكتوب غلط. لان حتى الان كل التصميم طالع كويس. فنتيجة لحد الان كويسة او. تعال كده بقى نجرب البروميت التاني. ودلوقتي هنجرب مع بعض البروميت التاني. هنضيف البروميت بالشكل ده. وهنا بطلب من ان هو يعمل لي تصميم لمدينة مستقبلية. هنروح بعد كده هنا عشان نضبط الابعاد. بنفس الابعاد هنروح هنا برضو نختار الالوان. فلنفترض ان احنا عايزين الوان معينة. ممكن مرة دي نجرب ان احنا نسيبها اوتو. وبعد كده هنروح هنا نختار كالتجربة للموديل ده. وبعد كده هضغط على عشان يبدأ دلوقتي يعمل لي التصميمات. هطلع زينا زهر هنا التصميم اللي احنا عملنا دلوقتي وهي المدينة المستقبلية. تعال كده نفتح الصورة. هتلاقي هنا الصورة معمولة بشكل احترافي كمباني من المستقبل. وده كان تصميم تاني. تصميم رائع جدا. وهنا فيه طيارات طائرة بالشكل ده. برضو ده كان تصميم وده كان تصميم. تصميمات في منتهى الروعة. تعال كده بقى نجرب اللي بعد كده. في ده انا بطلب مني ان هو يعمل لي شخصية ثلاثية الابعاد لمدرس. وعايز اعملها بتكنية سري دي او بموديل سري دي. وبعد كده هنروح هنا نختار الالوان اللي احنا عايزينها. مثلا انا ممكن اختار الوان زي دي. وبعد كده بضغط على قبل ما اضغط على عايز اغير البعد واخليه تسعة على ستاشر. حابب ان الصورة تكون بالطول او وبعد كده هضغط على ودي كانت النتائج. هو عمل هنا اربع تصميم ات ونوعة. يعني هنا مدرس وهنا مدرسة بالشكل ده. انا شايف ان التصميم حلو. لو ضغطنا على التصميم زي ده هتلاحز ان التصميم حلو. هجيب لي ان هو جايب بالتصميم كامل بالشكل ده فممكن تستخدم دي ككراكتر تستخدمها بعد كده في اي حاجة. وطبعا هنا برضو التفاصيل الفصل والصبورة والحاجات دي كلها شكلها كويس جدا. بصراحة برضو تصميم حلو. تعال نجرب التصميم اللي بعد كده. التصميم اللي بعد كده هنعمله بموديل انيمي. وده هيكون عبارة عن طفل ومعاء الكلب بتاعه مسلا عندهم مغامرة. بعد كده نختار الانيمي. ونختار هنا الالوان اللي احنا عايزينها. هنا اختار البعد مسلا ستاشر لتسعة. وهرجع هنا على الالوان. هختار مسلا هنا الوان زي كده. او ممكن نختار زي كده. وبعد كده نضغط على تشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. وده كان أمور هنا للتصميم يبدو أن تستطيع أنه يجعل بسناة إنميشن تصميم جيد س appeals سمير جديد أحد ي방 Band 4 تصميمات جم chanel د LAN يجرب جعل التصميم معавما مختار مودل وهنا هنخلي اوتو وهنا هنرجع برضو نختار لان انا عايز التصميم يكون حقيقي وبعد كده هنضغط على عشان نشوف التصميم يكون عامل ازاي ودي كانت اول نتيجة بصراحة النتيجة جميلة جدا ده برضو كان تصميم تاني معمول بشكل احترافي والكلام مكتوب بشكل كويس جدا ده برضو تصميم تالت عجبني جدا ان هو بيكتب الكلام حلو وده كان اخر تصميم برضو مكتوب كويس تعال بقى هنا بنفس البرومت ده هنروح هنا بنفس البرومت بس بدل هنختار ونشوف بقى مقارنة بقى هنسيب كل حاجة زي ما هي كده وبعد كده نضغط على ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي هنا النتيجة يعني هنا النتيجة زي ما احنا شايفين انتو اللي هتحكم عليها هو كاتب طبعا جد دي في كل مكان وجاء الطيارة ما هواش عارف كتيبها كويس هتلاحز هنا برضو في التصميم اللي بعد كده هو برضو كتيبها يعني تمام هنا مكتوبة كويس ولكن كاتبها لنية تاني فوق وهنا كاتبها بشكل غريب شوية بس طبعا اعتقد ان فيه فرق كبير ما بين ده وما بين الاصدار الجديد فرق شاسة فرضا بقى ان انت مثلا جيت لتصميم انت عملته وحابب ان انت تعمله دا ونلود فانت عندك هنا مجرد ما بتضغط على التصميم بتاعك فبتلاحز هنا ان في عندك هنا اعدادات كتيرة جدا لو انت مشترك في الموقع انت تقدر ان انت مثلا تكتب نص على الصورة تقدر تقدر تعمل ريميكس للصورة حتى لو انت مش مشترك تقدر تعمل ريميكس اللي ابو اسكيل مش متاح الا ازا كنت مشترك هنا تقدر تقضي هنا تقدر تقضي وتفاصيل الصورة موجودة هنا بالشكل تقدر تحمل الصورة لو انت روحت على التلات نقط دول هيزهر لك هنا الدول لود ومن دول لود تقدر تحمل الصورة بجودة بتبقى اقل شوية ولكن تقدر تحملها بشكل مجاني وبكده يبقى انت عرفت ازاي ان انت تستخدم موقع لو انت قوم بار استخدمه فيصبح متاح لك تستخدمه ولو انت استخدمت قبل كده فانت تعرفت على الاصدار الجديد وهو الاصدار بصراحة تجربة جميلة جدا تقدر تجربها دلوقتي على موقع وتعمل بتصميمات احترافية فيما يسمى المنتجات الرقمية وتقدر تستفيد منها في شغل كتير جدا اتمنى تكون استفدت من الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زيال جرس علشان شوفكم فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم